تزامناً مع الصوم الأربعين المقدس انتلقت في كلية تيرا سانتا بأريحة الرياضة الروحية لموظفي المدارس الكاتوليكية في الأراضي المقدسة وقد جمع اللقاء الذي دعا إليه مكتب التعليم المسيحي التابع للبطرياركية اللاتينية في القدس نحو مئتي موظف من معلمين ومدراء ومحاسبين وغيرهم كما شارك فيه عدد من الأباء الكهنة والراهبات من المناطق مختلفة وقد ركزت هذه الرياضة على أهمية الصوم في الزمن الأربعين بلقاء لاهوتي عميق مع الأب جوني بحبح ونشاط تفاعلي عن أهمية الصلاة والكتاب المقدس مع الأب لويس ليمان من ثم ترأس الأب ماريو الحتشيني القداس الإلهي الذي رفع على نية جميع العاملين في المدارس